على كل حال زي ما احنا متعودين مع حضراتكم دايما بنبدأ بزميلتنا لمية اللي بنصبح عليها ونعرف منها أخبار المرور والتقص صباح الخير يا لمية صباح الخير عليك يا أحمد وصباح الخير عليك يا منا وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان مشاهدينا بصبح عليكم مرة تانية وخلونا نستعرض مع حضراتكم الجولة المرورية ونبص على شوارع القاهرة والمحافظات المختلفة نبدأ بمحافظة القاهرة للكسافات فيها بتزيد مع دخول ساعات الزروة الصباحية ولو بدأنا من الكورنيش هنلاقي كتفات مرورية متقطعة من المظلات وباتجاه منطقة وسط البلد أما الكورنيش المتاجه للمؤسسة في سيولة مرورية بالنسبة لكبري أكتوبر للمتاجه العباسية هناك هنلاقي كتفات مرورية متقطعة لحد غمرة أما اللي مكمل في اتجاه العباسية هنلاقي هناك كتفات بسيطة وبتبدأ تزيد مع ساعات الزروة الصباحية فيه كمان كتفات تانية في الاتجاه العكسي التاني لكبري أكتوبر وده بسبب زيادة أحمال السيارات نفس الموضوع للمتاجه لدان التحرير ورايح لمدينة نصر أو محور النصر وصولا للمنصة ظهرت كمان كتفات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري إنما لو تبعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك كتفات مرورية بالتزامن مع دخول للموظفين وهنفضل ماشيين لحد نفع الملك الصالح اللي بيشهد كتفات مرورية نسبية في الوقت الحالي هنفضل مكملين لحد كبري الروضة وهناك برضو بعض الكتفات المرورية أما بالنسبة لنفع الأزهر فيه انتظام للحركة وسط سيولة مرورية في الاتجاهين بتظهر كتفات مرورية أعلى الدائري بالتحديد في منطقة السلام وداخل النفع للقادم من الأقاليم ومتجه للقاهرة عبر الطريق الزراعي ونفس الموضوع للمتجه من المنيب وفي طريقه للأوتوستراد والتجمع وكمان فيه الاتجاه العكسي للقادم من المعادي ومتجه لمناطق الجيزة نفس الموضوع في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبستين وكمان زهراء المعادي هنروح لمحاوزة الجيزة ونبدأ بشارع الهرم اللي بياشت كتفات مرورية وده طبعا بسبب غلق الشارع في الاتجاهين كمان فيه كتفات تانية في الشارع السودان ومكملة لحد جمعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاء ومبابة أما محور صفت فيه كتفات مرورية بتزيد في الاتجاه لجمعة القاهرة اللي جاي من الدائري المنيب ومتجه لميدان لبنان أو المهندسين يفضل إنه يسلك محور الفريق كمال عامر وده بسبب السيولة المرورية اللي خلقها المحور لو رحنا لشارع فيصل بيشهد كتفات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية أما محور 26 يوليو فيه سيولة مرورية للقادم من أكتوبر وده بعد افتتاح التوسعات بشكل نهي أما الاتجاه التاني المتاجه لأكتوبر فيه كمان سيولة مرورية أما القادم من أكتوبر وفي اتجاه الدائري مازال الطريق مغلق والاتجاه إجباري ناحية نفع حازم حسن ومنه لمحور 26 يوليو أو محور رود الفرج أو يسلك الطريق السياحي كمان بيشهد الطريق الدائري كتفات متحركة عند نزلة البحر الأعظم وصولا لمنطقة الدقي وحتى ميدان الجلاء وبعض الكتفات أعلى الدائري المريوطية لمتجه من الصحراوي ومكمل لحد مناطق الجيزة وطريق الفيوم حتى حدايا الأهرام وصولا لميدان الرمية هنروح دلوقتي لمحافظة الأليوبية القادم من الزراعي بتظهر عليه كتفات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري لكن أصبحت أقل من المعتاد وبيشهد الاتجاه إلى آخر كتفات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة سير السيارات وده لسحب أي كتفات مرورية منتظر على الطريق لمنع أي زحام مروري للمركبات كمان انتظمت حركة سير السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه لميدان المؤسسة ومنطقة المظلط إلا أن مطلع كبري أهب يشهد بعض الكتفات المرورية المتحركة بسبب أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكبري في الوقت الحالي كمان انتظمت حركة سير السيارات بطول الكورنيش أو كورنيش النيل من منطقة المظلط لحد ميدان عبد المنعم رياض وده وصل تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية أمام القادم من طريق شبرى بنها ومتجه لمدينة نصر ومصر الجديدة يسلك محور العصار وهيختصر عليه طريق طويل جدا أما الطريق الدائري بشكل عام كويس جدا مع عدد بعض المناطق اللي فيها أعمال بيكون فيها بعض الكتفات البسيطة هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد بور سعيد هنلاقي هناك سيولا مرورية في معظم الشوارع مع عدد بعض الكتفات النتيجة المعتادة في الزروة الصباحية اللي بنشهدها كل يوم زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كتفات نسبية بسيطة بتبدأ طبعا تقلل حد ما نوصل لحد شارع 23 يوليو هنروح لطريق طرح البحر اللي كمان هو كمان بيشهد سيولا مرورية كبيرة في الوقت الحالي ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كتفات مرورية ويمكملها معانا لحد آخر الشارع كده جولتنا المرورية خلصت في القاهرة وبيع المحافظات